نصيحة بعد انتهاء أيام عشر ذي الحجة ويقولوا نحن أيضا على اعتاب شهر الله المحرم أبو إبراهيم بارك الله فيك المتأمل في النصوص الشرعية في الكتاب والسنة يجد بأنها تشتمل على حلقات من نور من الله عز وجل وهي متصلة ومرتبطة مع بعض فيما يتعلق بالعبادات والطاعات ولذلك من المهم جدا أن ينعتق المسلم عن هذا الروتين الرتيب وعن هذه العادة في العبادة بحيث أنه يعبد الله بشكل مبني على تقليد وعادة لا بد أن يستوعب هذه العبادات والطاعات نحن يوميا نتقرب إلى الله عز وجل بخمس صلوات في اليوم والليلة متصلة تجعل الإنسان دائما الصلة بربه سبحانه وتعالى أيضا هناك النوافر الكثيرة السنة القبلية والبعدية وقيام الليل وسنة الضحى زد على ذلك الأذكار فهذه مواسم كل لحظة من لحظات الإنسان تمثل موسم من مواسم الخير أيضا الله عز وجل يتيح لعباده فرص ومواسم ومناخات يستضلون بها يزداد الإيمان ويقوى اليقين وتتم العبادة وتكمل النعمة على العبد ويكون الإنسان فيها نشيطا يديه من النشاط إلى ما بعد ذلك وهذه سبحان الله أشبه بمحطات لغسل الذنوب و لتكفير السيئات و لحط الخطيئات هذا فضل من الله عز وجل و هب و منح من الله سبحانه وتعالى هبات و منح من الله سبحانه وتعالى شهر رمضان انتهى جاءت ستة صيام ستة شوان ثم جاءنا عشر ذي الحجة أفضل أيام الدنيا عند الله عز وجل ثم صيام اليوم عرفة ثم الحج لمن ذهب إلى الحج ثم يأتي الآن نحن في شهر الله المحرم شهر ذي الحج من أشهر الله الحرم و الله جل و على عظم هذه الأشهر ثم يأتي سنة جديدة هجرية نستقبلها أيضا بشهر الله المحرم الذي حث النبي عليه الصلاة و السلام على صيامه و يتأكد صوم يوم العاشر منه النبي عليه الصلاة و السلام أخبر بأن الصيام يوم عاشراء يكفر الذنوب سنة كاملة يكفر الذنوب سنة كاملة أما الصيام يوم عرفة فيكفر الذنوب سنتين لماذا؟ لأنه يكون في نهاية توديع سنة كاملة و استقبال سنة جديدة هذا فضل الله و هذا جود الله هذه خزائن الله ملأة يعطي لعباده مثل هذه الفرص و مثل هذه الأوقات و مثل هذه الأعمال و لذلك يعني الإنسان عليه أن يستثمر هذا العمر ما يدري لعله يلقى الله قريبا استثمر هذا العمر و هذا الوقت و الله عز وجل يمنحه مثل هذه المواسم حتى يزداد الإيمان و يقوى اليقين و لذلك أعمال يسيرة و الأجر عظيم و كبير فوصية لنفسي و لإخواني أن يهتبلوا ما تبقى من شهر ذي الحجة فإنه من أشهر الله الحرم بالعبادة و الطاعة و التقرب الله عز وجل و كذلك يستشرف سنة جديدة مقبلة يعني تبيت النية بفعل الطاعات و العبادات و الحرص على كل موسم من مواسم الخير و أكيد ما من أحد إلا و قد حصل التفريط منه في السنة الماضية فعلى الإنسان أن يبيت النية فإن الله عز وجل يثيب على النية قبل العمل و رب نية بلغت بصاحبها أعالي الجنان و هو لم يعمل و لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات فاستقبل الإنسان هذه السنة الجديدة و قد يعني بيت في طويته و أيضا خبأ في نيته بأنه سيعمل الأعمال الصالح و سيستثمر كل وقت من الأوقات التي جاءت بها الشريعة فيما يقرب العبد إلى الله سبحانه و تعالى